بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام برحمة الله وبركاته موضوعنا للحوار هذا اليوم هو عن التشيع العلوي الحسيني والفرق بينه وبين التشيع الصفوي وما يسمى التشيع البغطاني اليوم ربما قرأتم أو استمعتم إلى تحذير الشيخ الإيراني الشيخ محسن الأراكي يحذر من تغلغل التشيع البغطاني في المعاهد والحوزات الدينية وذلك في خطبة الجمعة بمدينة قوم هذا اليوم حيث قال أن التشيع البريطاني ويقصد به بعض القنوات التي تسمى شيعية وتبث من بريطانيا ومن أمريكا التشيع البريطاني يسعى إلى تغلغل في الحوزات الألمية والهيئات الدينية مشيرا إلى ضرورة التصدي لتيار التشيع البريطاني في البلاد وربما يقصد إيران أو أعم من إيران وأضاف أن مسؤولي الهيئات عليهم أن يتحلوا باليقظة لهذه الأشياء وعلى الجميع الانتباه من تغلغل التشيع البريطاني ولفت إلى أن أعداء الإسلام يسعون إلى إشعال الحروب المذهبية في المجتمعات الإسلامية منوها إلى أن هناك دول كأمريكا وبريطانيا تقوم بإشعال الحروب في المنطقة في الوقت الذي لا تهدد إيران فيها أي بلد وتابع أن الأعداء يحرضون المسلمين في سوريا والعراق ضد بعضهم البعض ليتمكنوا في هذه الدول الإسلامية من إذكاء نار الحروب المذهبية يعني هذا ليس هو التحذير الأول ولا الأخير إنما هناك ظاهرة فعلا بدأت تتمدد وتتغلغل ربما في صفوف بعض الحوزات أو بعض الأوساط الشعبية الأممية بدعوة التشيء الحقيقي في مقابل التشيء البتري كما يقول ياسر الحبيب يسمي عامة الشيعة اليوم والملاحظة أن هذه القنوات سواء قناة ياسر الحبيب أو قناة الشيخ عبد الحليم الغزي أو غيره يهاجمون عامة الشيعة اليوم عامة العلماء والمراجع ويتهمونهم بأنهم ليسوا بشيعة وأنهم بتريون وما إلا ذلك من ألقاب وأسماء طبعا الشيعة البترية هم فرقة من الشيعة كانوا في أيام ربام جعفر الصادق ولم يكونوا يؤمنون بالأسمة والنص كانوا يحبون أهل البيت يوالونهم ويتبعونهم ولكنهم لم يكنوا يعتقدون بأنهم يعني معصومون أو معينون من قبل الله وهم أقرب إلى زيدية أو بالحقيقة اندمجوا مع زيدية وكانت الأمور في تلك الأيام في القرن الثاني الهجري مختلطة يعني ما كان هناك فاصل دقيق لا بين الشيعة الزيدية ولا بين غيرهم من الفرق الشيعية ولا حتى بين عامة المسلمين والجميع كانوا يعملون من أجل صالح الأمة الإسلامية من أجل رفع الظلم عنها وإشاعة العدل والحق ومألا ذلك لم تكن هناك طوائف طائفة شيعية وطائفة سنية وطائفة زيدية إنما كانت حركات سياسية وأحزاب سياسية ترفع شعارات لمقاومة الحكام الظالمين كما يحدث اليوم في أي بلد عربي أو إسلامي حيث نشاهد بعض الأحزاب والحركات تحارب الأنظمة الفاسدة والظالمة وهي ليست طوائف ليست طوائف مغلقة إنما ترفع شعارات لخدمة المجتمع عامة المجتمع وتقتصر في محاربتها على الظالمين والحكام الفاسدين كذلك كان الشيعة في القرون الأولى كانوا حزبا سياسيا كما يقول الإمام الحسين مثلا حركة سياسية يقول أني إنما خرجت ريطالة من الإصلاح في أمة جدي لم تكن هناك فئة تسمى الشيعة لم يخرج الإمام الحسين من أجل حقوق الطائفة الشيعية أو مصالح الطائفة الشيعية لأنه لم تكن هناك طائفة أساساً إنما كانت أمة إسلامية وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أميرها وإمامها ولأمة الباقون الحسن والحسين أيضاً هم أمة الأمة الإسلامية وليس أمة الشيعة فلذلك الحركات الشيعية أيضاً التي تكونت وتبلورت فيما بعد هي كانت تتبع خط أمة أهل البيت في العمل من أجل الأمة الإسلامية وليس من أجل طائفة ضيقة ثم بعد مرور زمان طويل تطورت هذه الحركات وتدهورت وتغيرت وأصبحت طواف طواف ميتة أيضاً اشتركوا في القناة